أمير مرتضى في قبل مع بداية الحلقة كنا جايبين تقرير وتصريحاته يعني بعد المباراة قال إن إحنا بعتنا كل الملفات بتاعة اللعيبة خلال التلات سنين اللي فاتت ليه وهو هينزل على طول التدريب يعني هو مش هبه جاي يتعرف على اللعيبة هل تشايف إنه دي هتفرف بالفعل مع فريرا بإنه معه ملف للعيبة دي خلال السنوات اللي فاتت كلها؟ بالتأكيد طبعا يعني يعني إنه كون مدر بيبقى معاه ملف كامل للعيبة من ثلاث سنين وأكيد عارف مين اللي ماشي ومين اللي قعد ومين اللي ساهم في الوصول لنهائي دور أبطال إفريقيا ومين اللي ساهم في التتويج بلقب الدوري للموسم اللي فات أكيد حيبقى الداتة متوفرة قدامه مش حيبقى قدامه غير إنه هو إزاي يوظف اللعيبة وده دوره حيبقى الفترة اللي جاية بجانب الأجانب اللي جايين معاه سواء كان المحلل الفني أو المعد البدني كل دولة حيبقوا يعني تيم وورك متكامل فبالتالي أنا شايف الملف اللي أخده من نادي الزمالك ودي يعني لازم نشكر عليها أمير مرتضع على إنه هو قدم الملف كامل ليه فريرة عشان خاطر يبقى نادي الزمالك بمسابة كتاب مفتوح أمامه يبتدي ييجي على طول يشتغل ده تفكير مسبق بسبب ضيق الوقت بدل ما يستغل ضيق الوقت ده في التعرف على اللعيبة ويبتدي يعدهم فني ونفسي وبدلي لأ أنا جايبك أنت تخشيلي في الناحية الفنية فده يعني مجهود مشكور من قبل الأمير وكل المجلس على إنهم عايزين يوفروا لبن العصفور ليه زي ما بنقول كده لجمهور نادي الزمالك ولعيبة نادي الزمالك ويعني أنا شايف أن أصبح اللعيبة مطالبة أنها تركز في الملعب شوية اللعيبة عندها إصرار وعزيمة ولازم روح قتالية جوه الملعب ده هعيد الأمل ليه جمهور نادي الزمالك من جديد أمير في المداخلة دي أو في التصرحات دي قال حاجتين أول حاجة قالها قال إنه خلاص إحبش عايزين نتكلم بقى في دولة تجديدات خلاص عرفنا هنعمل إيه نراكز في اللي جاي وعايزين نتاخر الكلام ده دلوقتي إيه رأيك في الكلام ده ده رقم واحد اتنين هو شايف برضو إن المباريات اللي جاية ما لهاش حل غير إنها يتم تعلمها باعتبارها مباريات كؤوس تمام برضو تعليقك عالك طيب نبتدي بالنقطة الأولانية خلينا نكون متفقين على إن المجلس الإدارة وأمير مرتضى بالتنصيق الاتنين ما بينهم أصبحوا بيتعاملوا مع المنظومة الكراوية داخل نادي الزمالك بفكر احترافي بداية من رحيل باتريس كارترون ونشوف الطريقة الشيك اللي خرج بها باتريس كارترون من نادي الزمالك دي حاجة فكر احترافي الحاجة التانية فكرة بداية فكرة التجديد لللعيبة إنه يتم اختار اللعيبة اللي هتنتهي عقده من السنة دي اللي عايز يجدد أهلا وسهلا اللي مش عايز يجدد هنعمله حفلة تكريم يعني انت كأنك كمان مش بتهينه لا ده بتوجه الورسالة ده احنا هنكرمك على الفترة اللي قضيتها داخل نادي الزمالك فده فكر من الأفكار الاحترافية فبالتالي إنك انت تغلق ملف التجديد ويه تحصل على موفقة اللعيبة بشأن التجديد اللعيبة الستة اللي تقال عليهم من بارح اللي هم أشرف بن شرقي طريق حامد محمد أبو جبل حزم إمام رزق سيسي عمر السعيد دول عناصر أساسية كونك انك تحصل موفقة بينهم ورغبة على التجديد ده أمر جيد جدا وممتاز أصبح هيبقى الفترة اللي جاية ده دور مين دور وكيل أعمالهم في التنصيق ما بينهم ما بين المشرف العام أمير مرتضى واللجنة القانونية برئاسة المصدر رحمة جلال إبراهيم ثم يتم عرضه على مجلس الإدارة في حالة التواصل إلى اتفاق فدي نقطة ممتازة جدا وإيجابية في خلق جو من التفاؤل والأمل والتركيز في الملعب للفترة اللي جاية الجانب التاني التصريح التاني تصريح فيه نوع من التحفيز لللعيبة يعني هو نقولك مباريات اللي جاية دي مباريات كقوس ده كأنك أنت بتحفز اللعيب على أنك أنت أي نقطة هتهدرها معناها ضياع لقب وضياع بطولة ليه؟ لأنه هو مش عايز اللعيبة تنتظر أخضام الآخرين ما ننتظرش إحنا أخضام الآخرين لأ إحنا نعمل اللي علينا نحقق التسع نقاط اللي جايين اللي هي هتبقى البداية بالوداد المغربي يوم الجمعة مرورا ببيترو أتليتكو الأنجولي في أنجولا يوم 18 مارس وأخيرا سجرادة في القاهرة فبالتالي تحقيق المكسب في الثلاث مباريات دي بالتأكيد هتزداد أسهمك في التأهل للدور التالي لأنه هتوصل كده 11 نقطة فبالتالي أسهمك هتبقى بشكل كبير تنتظر أنت هتبقى صعط بدور على أول ولا تاني بدور على أول ولا تاني عشان تعرف مين الفريق اللي هتقابله في دور الثمانية إهدار أي نقطة معناها أنك أنت هتنتظر اللعب على أخضام الآخرين فبالتالي هذا التصريح اللي قد لبيه الأمير مرتضى أن مباريات القادمة للزمالك في دور أبطال إفريقيا هي مباريات كؤوس ده تصريح حلف التوفيق بشكل كبير جدا لدوافع نفسية ومعنوية وتشجيعية للعيبة في ثلاث مباريات القادمة لأنها مباريات حياة أو موت ما نقدرش نفرط في أي نقطة منها إن شاء الله